انت عملت مع الأستاذ مسلسلين عملت عوالم عفريت عدل عدل وعوالم خفية عوالم خفية عملت بس عملت طبع مع الأستاذ اي شطم انا بقولك انا عاملة زهايمر مع الأستاذ انا ممارش هد اي حاجة هو انت تؤمر اي حاجة انت عايزنا فيها تحت أمرا الراجل ده فرق معي انا يعني احساس انا يعني فرق معي بتاع عشر سنين يعني السنتين اللي اشتغلتهم معا اختصر لك عشر سنين عشر سنين مش مش شغل عشر سنين ده ده ازاي تفكر ازاي تحضر وازاي تختار لان ده رعب انا شوفي حضيك دلوقتي بتسأليمين شوية لما بتاخد ستابس وربنا يكرم فيها اللي بعد وايه ايوا طبعا الاختيار هنا عامل ازاي واحد زي وستاذ عادل المام لما تواد معه وتكلم معاه في حاجة زي دي يعني لا لا معلم كبير يديك الخلاصة هو لانه هو راكب دماغه ودماغه راكبه من اول يوم وهو لسه اتغنن خالص بيعمل راكب دماغه حتى كل الناس وقتها للمعاصرين اللي كانوا نجوم يقولك الشاب ده لا دماغ على رجلين يعني ما انا بقول لها ديك انا انا باعتبر نفسي طبعا انا ماليش دعوة الاسادزة الكبارده انا مش بخالر نفسي بيهم بس انا بقول انا بحب الدماغ دي يعني لما سوشيال ميديا ولا مين بيتكلم ولا مين بيعمل حد الوقت والجو ومش بتاع ايه ده اللي بخليني اقولك المتابعة السوشيال ميديا هي نوع من استقراء السوشيال ميديا اللي انت فيه انا مع حضرتك انا اقصد فكرة السوشيال ميديا ان انا ما بباركس ده بيقول ايه وده بيعمل ايه انا شوف الموضة رايحة فيه الناس رايحة فيه الناس حبة ايه الناس بتتكلم على ايه دلوقتي ايه الترند دلوقتي ايه الحاجات دي مهمة تفهم دماغ الشباب من غير ما تتأثر بيها يعني فيه ناس تعادت يفتحوا فيهم طريقة اللي ما بيفرقش معاه ده بس هو عارف ما بيعمل صح مش ما بيفرقش معه عشان مبلطج لا بتفرق طبعا انت عارف ان خطك فين وعارف انه فيه يعني زغب بيطرق حواليه كده